ما أعتقدش أنه لسه فيه مجال بعيد عن تطبيقات الزكاء الاصطناعي حتى المجالات اللي ليها طبيعة خاصة زي الطب واللي شاهد تحول كبير من خلال استخدام تقنيات الزكاء الاصطناعي سواء بقى فيما يتعلق بتشخيص الأمراض أو حتى من خلال تسهيل عمل الأطباء في العمليات الجراحية الدقيقة من خلال طبعا استخدام الروبوتات يمكن عشان كده نقدر نقول أن في عالم الطب المعاصر الـ AI أو زكاء الاصطناعي عمل نقلة ثورية كبيرة ويوم بعد يوم بتتحول تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي لشريك حيوي للأطباء وفرق الرعاية الصحية وتفتح أبواب قبل كبيرة للمرضى وده بساعد جدا للناس اللي عندهم أمراض مزمنة يمكن فيه تقنيات دلوقتي بتقدر تقول أنها تقدر ترائب المرضى عن بعض وتقدر تتبع أو تتبع بشكل مستمر العلامات الحيوية الصحة لهم لو فيه أي خلال بتنبه المريض أنه يقدر يتواصل بشكل فوري مع الطبيب عشان ننخذ ممكن أنقاذه أو نلحق سريعا بالفعل يا منا فيه فعلا تطبيقات بتعمل زي ما انت قلت كده بتتنبأ بقرب حدوث المرض يعني احنا بنسمع مثلا أنه فيه شاب بتعرض فجأة لزبحة صدرية أو شاب كان في الجيم وتعرض بشكل مفاجئ لهبوط حيث في الدورة الدموية أو حتى رجل مسين مثلا فجأة أصيب بجلطة في القلب التقنيات الجديدة بقى بيكون عليها كل البيانات الصحية الخاصة بهذا الشخص والتاريخ المرضي الخاص به ومش هو بس كمان وبأسرته عشان لو فيه أي عامل ورسية ومن خلال هذه البيانات بيقدر الزكاء الاصطناعي يقول أنه هذا الشخص بنسبة كبيرة من الممكن أنه يصاب بجلطة دماغية هذا طبعا يعني مش تنبؤ بالمستقبل ولكن تحليل البيانات مثلا أو عنده جينات قابلة لإصابة بالسرطان ومن هنا يبدأ التدخل الطبي المسبق والمبكر لمن حدوث هذا المرض النهار ده هنتكلم عن التطور اللي بيحصل فيه الزكاء الاصطناعي في مجال الطب وبالتحديد في علاج أمراض الاكتئاب واللي بقى فيه تطور كبير في الفترة الأخيرة في الموضوع ده مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح كل تفاقل وخير صباح الخير يا واصر